بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر ايد بارد فور ديفليكشن كونترول بنتكلم على موضوع الديفليكشن اللي بيحصل فيه الميمبرز الموجودة سواء كانت الميمبرز ديت مجموعة من الكاميرات او كانت سلابز فممكن يحصل فيها ديفليكشن اندر الابلايد لود قيمة الديفليكشن ديت الكود اللي هو ACI كود حاطة Limits لقيم الديفليكشن فنتكلم هنا فيه مجموعة من الاسباب ان الديفليكشن دوت المفروض ما يزيدش عن قيمة معينة اللي هي Reasons to Limit Deflection رقم واحد الفيجوال أبيرانس يعني المنظر العام بتاع العنصر الانشاية عندك لما يحصل فيه ترخيم او بيحصل فيه الديفليكشن دوت والقيمة بتاعته بتبقى كبيرة فالشكل العام بيبقى غير جمالي غير مناسب فبنقول لو قيمة الديفليكشن اللي عندي أكبر من L على 250 بيبقى الديفليكشن دوت ملحوظ يعني قيمة الديفليكشن مرتبطة بالاسبان L فلو L على 250 اللي هي القيمة بتاعت الديفليكشن بنقول في الحالة ديت الديفليكشن بيبقى ملحوظ او التشكل بيبقى ملحوظ في الكاميرات او في البلطاء نمبر تو Damage to Non Structural Elements يعني احنا عارفين فوق الكاميرا ديت بيبقى موجود فيه حوائط الحوائط ديت لو حصل فيه ديفليكشن بيحصل فيه مجموعة من الكراكس وبالتالي الشكل العام بتاع الحوائط هي صحيح عنصر غير انشائي بمعنى ان الحوائط في الحالة ديت ما بتشاركش في مقاومة الأحمال ولكن بنقول نتيجة وجود الكراكينج فالشكل العام بتاع الكاميرا بيبقى او بتاع الحوائط بيبقى غير مناسب الحاجة التانية لو عندي مجموعة من الدورز او الويندوز فالوظيفة بتاعتهم تتغير نتيجة وجود الديفليكشن يعني ممكن تليجي تفتح الباب الباب مش عايز يفتح او الشباك ليه نتيجة حصل ديفليكشن فيه الكاميرا اللي موجودة اسفل الشباك او الباب طيب Disruption of Function بنقول هنا في الحالة ديت لو انا عندي مجموعة من الماكينات او الأكيوبمنت ممكن نتيجة الديفليكشن بتتأثر البندنج of rain water on roofs ممكن الأمطار تتجمع على الأسطح نتيجة وجود الديفليكشن number four damage to structural elements يعني العناصر الانشائية ممكن يحصل فيها مشكلة نتيجة الديفليكشن نتيجة الديفليكشن وبالتالي لو حصل فيها cracking ممكن يأثر على كفاءة المبنى وممكن يوصل الى مرحلة الفلير ترجمة نانسي قنقر